وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت وذلك في إطار سعي المركز لوضع خارطة طريق للتحول الرقمية جاء ذلك خلال استقبال أسامة الجهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لسيدة مرنة عارف المدير العام لشركة مايكروسوفت في مصر أشار الجهري خلال كلمة ألقاها ضمن فعليات توقيع مذكرة التفاهم إلى أن هذا المركز يعمل على وضع خارطة طريق للتحول الرقمية وفقا لأحدث الممارسات الدولية مشيرا إلى سعي المركز بالتعاون مع شركة مايكروسوفت إلى تطويع تطبيقات ذكاء الاصطناعي وأبرز التقنيات الحديثة بجميع العمليات الداخلية بالمركز بما يخدم الباحثين